هاي مفيش حل عندي غير اني اصطدم بالدولة ان انا اقول لهم قانون بتاعكو ده ما يخشش في زمية البصلة وان انا جمعية العمومية فرضت علي ان دافع عن حقاها بس خلي بالك كده هزا هو المطلوب خلي بالك انت كده حاطة اصطدم بالدولة ده سيف ارهاب علينا على المختلفين يا سيدي يا خالده مش احتمال ثانية هو ده مش احتمال لا لا مش اللجنة الانبية مش الدولة لكن فيه قانون صدق قانون مش هتعترف بيب قانون يوجد اخر انت هتم Flame حتكشش زال انا شخصيا انا شخصيا لو انا شخصيا ما كان الماراضم حمود طاير اذا اللي اللي انا عملته حد جاه فالقانونيين دهاته القانونيين بت امصر كله يعام بي国انك لا 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 انا هكمل كلامي على فكرة انت اتحرك بيكمل كلامي جاب هات القانوني كلي يقولله انت خلفت القانون او اللائحة في اللي انت بتعمله ده وخلفة صريحة يناقش لكن خلينا كمل بس يا بش مهندس عشان انا فكرة بتضوه مني طب اذا لم يكن مخلفة لا القانون ولا الليحة وكان على صواب يتفق على الكلام دلوقتي من مين مع مين ما تسبب جيب القانونيين دلوقتي اللي يقول لك هذا كلام انا مش عايز ادفع عن مجلس انا بس انا عايز اقول رأيك عضو جماعية عمية مش عايز ابدو ان انا بدافع عن مجلس وان كان يستحق انه يدفع عنه طبعا ده جزء استنى انا قلت ما انا بقوله انا بكمل الكلام انا مش فق يا بش مهندس يا بش مهندس دي واحد شوف اذا بحق اذا بحق لو محمود طهر تنازل عن حق النادي الاهل فمحمود طهر مش يملك النادي الاهل هو مفوض من الجامعية العموية في ادارة الشؤون النادي الاهل اذا كان هناك حق للنادي الاهل وتنازل خردلة عن حق هذا النادي محمود طهر بعد مراكعة كل القوانين يحاسب يحاسب عند حقوق القاضي يا اخي ازبر علي انا لو ما كان لو عدار بحفظه في فراغ فراغ ايه يعني انت دلوقتي الليحة دي فراغ ايه تعال انتشوفها بهدوء عشان احنا مش في جدل مع بعض احنا بنشوف انا من حق ادفع عن ندي ايو دافع يا سيدي وانا بدفع عنه دلوقتي اللي بعمله معاك هتكتشف ان انا بدفع عن ندي اكتر واحد في مصر